اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وتمنياتهما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بدوام التقدم والازدهار وتبادل الجانبان وجهة النظر حول سبل تطوير وتنمية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات وشد سمو رئيس الحرس الوطني بالمستوى العالي الذي وصلت إليه أفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين مؤكدا على مواصلة الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانبه أشهد رئيس الوزراء البكستاني بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في كافة المجالات في ظل قيادة جلالة الملك المعظم وأثنى على التعاون والتنسيق المتبادل بين البلدين خاصة في المحافل الدولية لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والأمة الإسلامية وفي نهاية اللقاء حمل رئيس الوزراء البكستاني سموه بنقل تحياته إلى جلالة الملك المعظم وسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متمنيا لسموه طيب الإقامة في بكستان من جانبه شكر سمو رئيس الحرس الوطني رئيس الوزراء البكستاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة متمنيا لجمهورية بكستان الإسلامية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والاززهار والأمن والاستقرار حضر اللقاء السفير محمد إبراهيم محمد السفير مملكة البحرين لدى جمهورية بكستان الإسلامية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة